السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله علي لقد نفد مخزون الطعام من المنزل والأطفال يتدورون جوعا صبرا جميلا فالجميع يعانون ومنازل المدينة لا يوجد بها طعام أو شراب حتى منزل الرسول صلى الله عليه وسلم لنتحمل الصعاب حتى ينصرنا الله على القوم الكافرين يا علي هل تسمع هذا إنها أصوات خيول؟ يا أعداء الله كيف استطعتم الوصول إلى هنا؟ يا قوم لقد دخل المشركون إلى المدينة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنهم يريدون منزل رسول الله لبيك يا رسول الله قاتلوهم قبل أن يحاصروا منزل النبي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف حالك وحال بني غطفان؟ بخير حال يا سيد بني قريضة لا يشغل الجميع الآن إلا أمر محمد وأمر تلك الغزوة التي تبدو بلا نهاية نعم نعم يا نعيم لقد أبلى محمد والمسلمون بلاء حسنا وهذا الخندق إنها فكرة شيطانية هناك أمر أشد خطورة من أمر هذا الخندق يا سيد بني قريضة وما هو هذا الأمر يا نعيم؟ يا سيد بني قريضة أنت تعلم مقدار حرصي وصداقتي لك ومقدار كرهي وعدائي لمحمد وأتباعه نعم نعم يا نعيم فما وجدناك إلا شريكا لنا وصديقا وفيك إذن دعني أصدقك القول إن هذه الحرب ليست حربنا فقريش وبن النظير بعيدون عن يثرب ومحمد وهذه الحرب تخصهم فقط فإذا انتصروا سيحصدون كل غنائمها وإذا خسروا لن يضيرهم من الأمر شيء سيعودون إلى ديارهم ولن يجرؤ محمد على قتالهم أو ملاحقتهم أما أنتم في بني قريضة فأنتم إلى جوار محمد وعندما تضع الحرب أوزارها ومحمد يحكم قبضته على الأمور فسيستدير إليكم وينتقم من بني قريضة شر انتقام كلامك حق يا نعين كنت أفكر في هذا الأمر قبل مجيئك فماذا نفعل حتى لا يصيبنا من محمد أذا؟ إذا أرادت قريش وبن النظير أن تشترك بني قريضة معهما في الحرب فعليهم أن يتركوا رهائن لديك لتضمن بقاءهم بجوارك وأن لا يتركوك في منتصف المعركة بمفردك ويرحلوا تاركين إياكم في مواجهة محمد ماذا؟ رهائن؟ نعم يا سيد بني قريضة رهائن يبقون معك فإذا انتهت الحرب بنصر مبين فلن يضيرهم شيء لقد تخلص الجميع من محمد أما إذا انتصر محمد فالرهائن الذين لديك من أشراف قريش وبني النظير وغيرهم سيجعلون القبائل والأحزاب تقاتل من أجل الحفاظ على بني قريضة وسيدها كعب بن أسد قولك حق يا نعيم قولك حق لقد فشلنا في حصار منزل محمد إن المسلمين يقاتلون قتالا شديدا عندما يتعلق الأمر بمحمد نحن لم نتحرك خطوة واحدة منذ عدة أيام تبا لهذه الغزوة لم نستفد منها بشيء حتى الآن وما زال محمد صامدا لا يليل سيدي أبا سفيان ما الخبر بالباب رجل يطلب مقابلتك يقول إنه من قبيلة غطفان من بني غطفان؟ إنه من حلفائنا فليدخل عمت صباحا يا سيد قريش يا سادة قريش وكبراءها ما دفعني للقدوم إليكم اليوم هو حرسي وولائي الشديدين لقبيلتي ولقريش وحلفائها تكلم يا رجل ماذا تريد؟ لقد وصلتني أخبار من صديق لي في بني قريضة أن بني قريضة وسيدها كعب بن أسد قد عادوا إلى عهدهم مع محمد وأنهم قد عهدوه على عدم قتاله ولوقوف بجواره هذا الرجل يكذب وسأضرب عنقه انتظر يا عكرمة لنسمع الرجل إن كعب بن أسد سيد بني قريضة سيطلب منكم أن تتركوا له أشراف قريش وبني قريضة رهائن لديه حتى تنتهي الحرب بينكم وبين محمد ماذا؟ رهائن؟ هذا قول غريب دعوني أضرب عنق هذا الكاذب انتظر يا عكرمة أكمل يا رجل وستظل الرهائن معه وليس مستبعدا أن يسلمهم إلى محمد حتى يأمن جانبه هذا قول غريب ولولا أنك من بني غطفان حليفاتنا لقطعت عنقك كما يريد عكرمة ولكن لابد أن نتأكد هل أنت صادق أم لا كيف تصدق هذا الكلام يا أبا سفيان؟ إن كعب علمتني الحياة والسنوات يا عكرمة أن أتأكد من كل ما يقال لي قبل أن أتخذ أي مواقف اذهب يا عكرمة ومعك نفر من قريش إلى كعب بن أسد القرضي وأبلغه أننا قررنا اقتحام الخندق وقتال محمد غدا يوم السبت ولنرى ماذا سيكون من أمره ترجمة نانسي قنقر نستكمل ما كان من أمر غزوة الخندق ونقول إن الشقاق بدأت بوادره في الظهور بعدما فعله نعيم بن مسعود وبدت الأمور وكأنها في طريقها إلى خلاف كبير بين خريش وأتباعها سيدي خالد بن الوليد أراك شاردا الليلة فيما تفكر يا قائدنا أفكر في أمر أتباع محمد إنهم يقاتلون بشراسة دفاعا عنه ويفضلون الموت على تركه أو الخسارة في المعركة ربما يمنحهم محمد الغنائم أو كما يقولون هو ساحر يسيطر على عقولهم بسحره كلا كلا هؤلاء يدافعون عن محمد من أجل أمر آخر أمر يجعلهم يضحون بحياتهم من أجل محمد يا قوم أنتم بنوا غطفان أهلي وعشيرتي ووجب علي أن أخبركم بما حدث ما الخطب يا نعيم؟ يبدو أن أمر ما يدبر بين قريش وبني قريضة ومحمد وستدفع بنوا غطفان وغيرها من القبائل ثمنه وما هو هذا الأمر؟ لقد سمعت أن بني قريضة تراجعت عن حرب محمد وأنها ستطلب رهائن من قريش وبني غطفان لاستمرارها في حرب محمد وأن قريشا أرسلت عكرمة بن أبي جهل إلى كعب بن أسد يرفضون أن يتركوا رهائن من عندهم ويعرضون أن تكون الرهائن فقط من بني غطفان ماذا؟ رهائن؟ إنها خيانة هل يسلموننا إلى بني قريضة؟ أجل، وقد تسلم بني قريضة رهائن بني غطفان إلى محمد حتى تكسب وده ونصبح نحن في بني غطفان رهائن لدى محمد إنه لأمر خطير لذلك أرى أن ننتظر حتى يعود وفد قريش من عند كعب بن أسد وعندها نتاخذ ما نراه مناسبا لنا ماذا بك يا أبا سفيان؟ أراك شارداً صامتاً؟ لو صدق ما حدثنا به الرجل من أمر بني قريضة لبات الأمر كارثياً وربما خسرنا كل شيء لا أعتقد أن الرجل صادق يا أبا سفيان فاليهود ليسوا على وفاق مع محمد وستقف بني قريضة بجوار بني جلدتهم عندما يأتي عكرمة ورفاقه من عند كعب بن أسد القرضي سنعلم كل شيء في عينه لذا فقد أرسلنا أبو سفيان إليك لنخبرك أننا قد قررنا اقتحام الخندق ومهاجمة يثرب غداً فما قولك؟ ولكن يا عكرمة هناك بعض الأمور التي ينبغي أن نتناقش بشأنها أية أمور يا سيد بني قريضة؟ غداً هو يوم السبت ونحن كيهود لا نقاتل يوم السبت هكذا أمرنا ديننا كما أن ماذا أيضاً يا سيد كعب؟ اسمع يا سيد عكرمة سأصدقك القول نحن قوم ضعفاء لا قبل لنا بمحمد والمسلمين وعندما تنتهي الحرب سيأخذنا محمد وأتباعه دون رحمة أو شفقة لذا وددت لو أن لو أن ماذا يا كبير بني قريضة؟ أقول إننا يجب أن نأمن شر محمد ولن نأمن شره إلا إذا أبقينا معنا عدداً من أشراف قريش وغطفان وبني النظير وغيرهم حتى نصل مع محمد لتسوية ما رهائن؟ هتريد أن تحتجز رهائن من أشراف وسادة القبائل والأحزاب؟ يا سيد عكريمة يا سيد عكريمة لا تسميها هكذا لنقل إنهم ضمان وأمن لنا فقط واللات والعزة لا يحدث هذا أبداً وستدفع ثمن ما قلته غالياً يا سيد بني قريضة هيا يا رجال لقد انصرفوا غاضبين إنه لأمر خطير لقد صدق نعيم بن مسعود فيما قاله هم يريدون من الحرب بلا ضمان لنا فقط نحارب حتى ينتصرهم ويحصد المكاسب والغنائم ونحصد نحن عداء محمد والمسلمين هل علمتم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تواترت الأنباء أن خلافاً قد نشب بين قريش وبني النظير من ناحية وبني قريضة من ناحية أخرى وأن عكريمة بن أبي جهل ترك منزل كعب بن أسد غاضباً متوعداً إذن لقد نجح نعيم بن مسعود وبدأت بوادر الشقاق بين المشركين هيا بنا نذهب لملاقات رسول الله والاستماع إليه إذن لقد صدق الرجل وقد عدنا بن قريضة فالتذهب بن قريضة إلى الجحيم لدينا ما يكفينا من مال وعتادي ورجال فلنغر على محمد الآن ونصف حسابنا مع بني قريضة فيما بعد ما هذا؟ سيدي أبا سفيان عدد من الرجال يودون مقابلتك فليدخلوا ماذا يحدث؟ يا أبا سفيان نحن من قبيلة بني غطفان وما جئنا إلى هنا إلا لنصرتكم ونصرة القبائل لكننا لا نقبل أن نكون رهائنا لدى الآخرين أو نباعك الجوار والعبيد من أجل تحقيق مصالح البعض تقبل لك أشعر أن في الأمر شيئاً ما أنت تعلم ما أقصده يا سيد عكرمة فأنت آت توا من عند كعب بن أسد فهل تخبرنا ماذا حدث؟ وماذا طلب منك؟ بحقه بل ماذا يحدث؟ كانت الأمور كلها تصب في مصلحة المسلمين فها هو الشقاق والخلاف يدب بين حلفاء الأمس وبدى وكأن جيش الأحزاب المشركين يتعرض للتفكك والانشقاق ترجمة نانسي قنقر